عالجت هذا الغلو؟ ما في شك بيعني أول هذه الطرق نشر العلم فإنه لا يهلك الناس حتى يكون العلم سرًا كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فلابد من نشر العلم بكل وسيلة ولذلك أنا أدعو إخواني ومشايخي بأن يستغلوا وسائل التواصل وأن يستغلوا القنوات الفضائية والإذاعات المسموعة كل ما يستطيعون أن يبلغوا به دعوة الله وينشروا به العلم الصحيح فواجبا عليهم استغلال لأن هذا من النعيم الذي سنسأل عنه ثم لتسألنا يومئذ عن النعيم ثم ثانيا سعت الصدر سعت الصدر لهؤلاء الشباب ولو علم الإنسان من نفسه أن فيه ضيقا أو أنه ما يستطيع أن يتجاثب معهم أطراف الحديث فليحل على غيره يعني مثل ما فعل علي رضي الله عنه لما أرسل إليهم ابن عباس ومثل ما فعل عمر رضي الله عنه لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لمفاوضة المشركين أحال على عثمان رضي الله عنه فهؤلاء الشباب بيحتاجون إلى من يفتح صدره وما يضيق بأسئلتهم يعني ويجيبهم هذا أيضا من العلاج الذي يغفل عنه كثير من الناس من العلاج كذلك التصنيف هؤلاء الغلاغ فإن بعضهم قد يكون غلوه بأسباب نفسية وبعضهم قد يكون غلوه بأسباب الجهل بعضهم قد يكون بأسباب اقتصادية أسباب اقتصادية بعضهم بأسباب اجتماعية ينتج بأنه نشأ في أسرة مضطربة ثم بعد ذلك ربما تزوج فابتلاه الله بزوجة أيضا شيبته قبل المشيب فيكره المجتمع ويكره الجيران ويكره فتصنيف يعني ما نسلكهم في مسلك واحد ولا يتم تعامل معهم ككتلة واحدة